في وضع حرم فيه ملايين الأطفال من حقهم في التعليم بسبب انقلاب الميليشيا على الدولة لم تستطع آلة الحرب رغم حرائقها المتعددة من إيقاف حركة العملية التعليمية في مديرية المعافر بريف تعز ففي مشروع تطوعي رعت منظمة رائدين للتنمية المستدامة عملية التعاقد مع بعض المدرسين بمبالغ رمزية تهدف إلى إعادة العملية التعليمية في المديرية التي تأثرت بفعل حرب وحصار الميليشيا بسبب الظروف الحاصلة البلد توقف للتعليم فقلنا المنظمة لكي ننعيشها العملية التعليمية وتعاقدنا مع عدد من الدرسين لكي يستمر التدريس والمبالغ هي رمزية والأصل المشروع تبار تطوعي المبادرة تهدف إلى منع تسرب الأطفال خارج المدارس وحمايتهم من خطر الأمية والانحراف الذي قد ينشأ بسبب غياب التعليم في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد نحن مجموعة من المدرسين قبلنا بالتعاون بالتدريس مع منظمة رائدين للتنمية المستدامة بمبالغ رمزية وذلك من أجل أن لا يتم تسريب الطلاب إلى خارج المدرسة وعادتهم إلى المدرسة ورغم المعاناة التي يواجهها الطلاب نتيجة الحرب فإنهم يظهرون إرادة قوية وقدرة على مواصلة التعلم على أمل العودة إلى مدارسهم التي دمرتها الميليشيا